السلام عليكم في هذه الحلقة نجيب عن سؤال هل أي من الظواهر الفطرية ثبت أن لها أسباباً تطورية أم أن الملحدين والتطوريين يؤمنون إيماناً أعمى يسدون به فجواتهم المعرفية يعني الملحدون حين أنكروا وجود الله وبالتالي أنكروا أن هناك فطرة فطر الله الناس عليها وقعوا في مأزق أنهم لا يملكون تفسيراً لأي من الظواهر الفطرية كنزعة التدين أو النزعة الأخلاقية والشعور بالغائية والإرادة الحرة والغرائز فهي ظواهر غير مادية في الظاهر لذا فقد بحثوا عن تفسيرات مادية لها وادعوا أن كل هذه الظواهر لها أسباب مادية ضمن إطار التطور الدارويني فإما أن تكون الظاهرة الفطرية المعينة ناتجة عن جين معين أو مجموعة جينات وإما أن تكون ناشئة عن صفات أخرى متعلقة بالجينات انتخبتها الطبيعة أو أن الظواهر الفطرية أو الظاهرة الفطرية المعينة قد تم انتخابها داروينياً دون أن نعرف كيف ظهرت هذه الظاهرة ابتداء لكنها ظهرت ثم انتخبت والسؤال هل ادعاؤهم هذا عليه دليل علمي؟ أما الاحتمال الثالث لا نعرف كيف ظهرت فإحالة على مجهول عبارة لا يقبلها الملحدون من المؤمنين بالله في تفسير الظواهر يبقى التفسير الذي يمكن فحصه واختبار صحته هو ربط الظواهر الفطرية بالجينات حتى تدعي أن صفة ما في كائن ما لها علاقة بجين معين فهناك طرق علمية محددة لإثبات وجود هذه العلاقة الطريقة الأولى هي إضافة جين جين انسيرشن للبويضة المخصبة أو حذف جين جين ديليشن ومتابعة ما إذا أدى ذلك إلى ظهور أو اختفاء صفة معينة وهذا ممكن في الحيوانات مثل ما يسمى بالفئران محذوفة الجين نوك أوتمايس مثلاً لكن لم يتم إجراؤه في الإنسان بالإضافة إلى أنه يدخلها عوامل معقدة كالأليات التعويضية والتي قد تعوض عن الجين المحذوف مثلاً تبقى الطريقة الممكنة في الإنسان هي أن تجري مسحاً جينياً وتثبت أن المتصفين بصفة أو نزعة معينة لديهم جين ليس لدى الآخرين الذين لا يمتلكون هذه الصفة أو النزعة أو أن لديهم جينات يحصل لها تمثيل بشكل مختلف عن الآخرين فيما يعرف بالوراثة فوق الجينية أبي جينيتكس مثلاً وهذه الطريقة ربطت بعض الصفات الجسمية والأمراض بأسباب جينية طيب نعود فنقول الملحدون والداروينيون أجروا عملية دارونا دارونايزيشن لكل شيء وكان مما داروانوه الظواهر الفطرية وهناك قائمة طويلة من الكتب التي قامت على هذا الأساس مثل الجين الإلهي الأساس التطوري للنزعة الأخلاقية الأساس التطوري للحرية نظرة داروينية للمحبة من قبل الوالدين تطور الرغبة الجنسية التزاوجية وغيرها الكثير الآن فلنتجاوز دعوة داروينيين أن هناك صفات ظهرت بطرق لا نعرفها لكنها انتخبت لأن عبارة لا نعرفها ليست علماً يختبر يبقى الربط بالجينات فنقول بناءً على ما تقدم من الطرق العلمية لإثبات العلاقة الجينية بالصفات هل أي من الدعاءات هذه المؤلفات هل عليها دليل علمي هل تم تحديد أي جين مسؤول عن أي نزعة فطرية والجواب الصادم لا إنما هي الدعاءات لا أساس علمية لها يعني إيمان أعمى دارويني فهذه المؤلفات تتجاوز سؤال هل يوجد سبب مادي بالفعل للظاهرة الفطرية وتعتبر الإجابة عنه محسومة ووجوده حقيقة مسلمة وتنتقل إلى مواضيع مثل مناقشة فائدة وجود الظاهرة الفطرية تطورياً في كلام إنشائي عقيم هذه الداروينة لكل شيء بلا دليل انتقدها حتى بعض الداروينيين الملحدين أنفسهم ومنهم بروفيسور البيئة والتطور الملحد الدارويني جيري كوين حيث في كتابه المعنون لماذا التطور حقيقة؟ قال كوين هناك ميل آخذ في التزايد بشكل مزعج من قبل علماء نفس وبايولوجيين وفلاسفة لدرونة كل جانب من الجوانب السلوكية للإنسان لتتحول تلك الدراسات إلى لعبة علمية جماعية إن إعادة تشكيل الطرق التي يحتمل أن الأشياء تطورت من خلالها اعتماداً على الخيال الواسع ليست علماً إنها مجرد حكايات طيب كاستثناء نرى دين هامر وبخلاف باقي المؤلفين قد تكلم عن جين معين لتفسير نزعة التدين لدى الإنسان لكن هامر هذا كما سنرى بطل الدعاءات التي لا دليل عليها بل يكذبها باقي الباحثين أقام كتابه الجين الإلهي على دراسة واحدة مدعى لم ينشرها ولم تتكرر نتائجها مع أي باحث بعده حاول تكرارها كما نص كالزيمر حتى أن بعض الملحدين أنفسهم سخروا من الدعاءاته قائلين لا يوجد إله ولا جين إلهي والحقيقة أن الذين يدعون أنه يمكن العثور على جين معين مرتبط بنزعة فطرية معينة هؤلاء إما أنهم جاهلون بعلم الجينات جهلا مخزيا مهما حملوا من ألقاب الدكتوراه أو أنهم يخادعون جمهورهم فمعلوماتنا من سنوات عن ارتباط الجينات بالصفات أنه أعقد بكثير مما كنا نظن كما في هذه الورقة العلمية المنشورة في مجلة نيتشر المعروفة عام 2008 والتي تبين أن فك الشيفرة الوراثية في مشروع خيب آمالنا حيث وجدنا أنه حتى الصفات الجسمية كطول القامة والأمراض العقلية كالشيزوفرينيا والتي يظهر أن لها ارتباطا بالوراثة حتى هذه لا يمكن عزوها إلى دين ولا حتى إلى مجموعة جينات معينة وأن الأمر أعقد بكثير مما كان يدرس في المدارس والجامعات وتنص دراسات أخرى على أن صفة سلوكية واحدة قد تكون مرتبطة بآلاف الجينات التي يسهم كل منها في هذه الصفة إسهاما طفيفا وتعترف الدراسات مع ذلك بعدم القدرة على تحديد هذه الجينات المفترضة هذا إن سلمنا لهم بأن هناك ارتباطا أصلا فالموضوع من الواضح أنه شديد التعقيد والغموض ومع ذلك يأتي أمثال هامر ليقول لك الجين الإلهي وترى في الإعلام الغربي عنوين مثل هذا الجين المحدد قد يقرر إذا ما كنت ستصوت لصالح الجمهوريين أو الديمقراطيين في تسطيح للموضوع واستسخاف واستغفال لعقول الناس وإن كنا لا نستغرب أن تمر هذه الادعاءة المضحكة على عقول بعض الشباب البعيد عن الأجواء العلمية فمن العجيب حقا أن يتداولها أشخاص لديهم أدنى مبادئ البحث العلمي أو أطباء أو طلاب في المجال الطبي والحيوي وقبل أن أتابع أود أن أقول لا أرى مانعا من الناحية النظرية من أن يخلق الله تعالى في الإنسان جينات تعين على تكوين النزعات الفطرية وقد بينا في الحلقة الرابعة من السلسلة لماذا أن هذا إن وجد بالفعل فإنما هو دليل آخر على وجود الخالق وعظمته لكن المعيب بالفعل المعيب جدا هو أن يقيم الماديون تفسيرهم للظواهر الفطرية على أساس وجود هذه الجينات أو على طرق تطورية لم تكتشف بعد كبديل عن وجود الخالق وهم لا يملكون دليلا عليها فينفون ما قامت الأدلة كلها عليه بحجة ما لا دليل عليه المعيب هو أن ينكر علينا الملحدون إيماننا الغيبية بوجود الله وقد دلت الأدلة عليه بينما لا يجدون حرجا من الإيمان الغيبي بوجود هذه الجينات أو التفسيرات التي لم تكتشف بعد ولا دليل لهم عليها المعيب هو أن يدعي الملحدون أن إيماننا بوجود الخالق هو من قبيل سد الفجوات المعرفية أي أننا لا نعرف سبب بعض الظواهر فنفترض وجود الله لتفسيرها وهذا ليس صحيحا في المنظومة العقادية الإسلامية بينما الملحدون يمارسون هذا الإيمان الأعمى الدارويني لتفسير ظواهر فشلت ماديتهم في تفسيرها نفوا وجود الخالق فكان لابد من بديل البديل المادي الذي ينفي الروح والفطرة فبنوا على هذا البديل قصورا ومزاعم وقصصا وألفوا كتبا وأقاموا محاضرات على لا شيء على وهم كبير فهل هناك إيمان أعمى أكثر من هذا؟ هل هناك تأجير عقل أكثر من هذا؟ هل هناك تحيز علمي وأحكام مسبقة أكثر من هذا؟ هذه التهم التي يرمون بها المسلمين هل هناك من هو أولى من هؤلاء الملحدين والداروينيين بها؟ يدعون خصومة بين الإسلام والواقع وخصومة بين الإسلام والعلم التجريبي مع أنهم في قولهم مثلا لا إرادة حرة لدى الإنسان بل تحركه الجينات تتجلى قمة المصادمة الواقع الذي يفرض أن الإنسان لديه إرادة حرة مهما أنكره ويتجلى عدم احترام العلم التجريبي في دعاوى الجينات بلا دليل وهذا كله ضريبة معاندة الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى اقتربنا بهذا من نهاية الحديث عن الأدلة الفطرية ولا نريد أن نستطرد كثيرا ونبتعد عن الموضوع لكن نود أن نذكر مثالا للتضليل الذي يمارسه الملحدون والداروينيون باسم العلم وهو تبرير الشذوذ الجنسي بالدعاء وجود أساس جيني له لنرى مثالا أخيرا من ضرائب التنكر لفطرية الغرائز البشرية ومحاولة تفسيرها تفسيرا ماديا بحتا وهو ما سنناقشه في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة